اشتركوا في القناة على جميع المحجوزات المتمثلة في أكثر من طن وربعة كيلوغرام من مخدر الكوكاين على التركيز طلعتوا أيضا على وجه سائل الإمداد واللوجيستيك اللي كتوفر على هذه الشبكة هذه الشبكة تم تفكيك ديالها بضواحي مدينة الجديدة بعدما تم حجز الشحنات المخدرة المخدرة على مسألامتنا هذه الشاحنة اللي تم اعتماد آلية ديال الإخفاء من خلال هذه الخضروات ولكن ذا أفصل الحمولة كانت هذه الشحنات المخدرة كانت هذه الشبكة عندها امتدادات وطنية لأننا قمنا بعدة عملية ديال الحجز يوم أمس في مدينة طنجة وتم حجز مجموعة من السيارات ومجموعة من الزوارق المطاطية التي كتستعمل في شحن وتفريغ المخدرات من المراكب الساحلية في اتجاه الشواطئ المغربية هذه العملية هي تالتة من نوعها في ظرف سنتين سواء من حيث الأسلوب الإجرامي أو من حيث الكمية المحجوزة فهذه العملية فيها طن وربعة كيلوغرام العملية اللي سبقتها كانت في أكتوبر 2017 وتم الحجز فيها جوش طن وخمسمية وثمانية وخمسين كيلوغرام في إطار الشبكة اللي تم تفكيكها في مدينة ما بين مدينة بوزنيقة وتمارة والسخيرات والناظر وأيضا تأتي بعد العملية التالية العملية الداخلة اللي كانت في أواخر 2016 اللي كان فيها أكتر من طن ومئتين أو ثلثمية كيلوغرام بعد حز الكمية من مخدر الكوكاين التي تقدر بحوالي طن وربعة كيلوغرام البحث أفضل كذلك إلى حز مبالغ مملية من العملاء الوطنية تقدر بحوالي 15 مليون سنتيم تم حز آلات وأدوات تستعملوا في الإبحار آلات تحديد الموقع داخل عرض البحر سيارة نفعية زوارق مطاطية زوارق شراعي ودرجات نارية بالإضافة إلى أدوات أخرى هذه الكيمية المخدر الكوكاين هي عائلة التركيز وبالتالي سيتم مززها بمواد كيموية أخرى وسيتم رفع الكيمية هذه المخدرات مرات عديدة وبالتالي القيمة المالية ديها الضعف مرات ومرات عديدة ويمكن توصل حتى المائة 20 مليون ديها 20 مليون ديها 30 مليون ديها الغلبي الموقوفين هما من جنسية مغربية المشابه بهمنما الموضوعين تحت الحراسة النظرية وهم هناك السبعة أشخاص والبحث لزاريين لضبط باقي المتاوراتين ومشاركين في هذه الجريمة عمارتهم كتجاوز ما بين 59 سنة و 34 سنة عندهم صوابق في تجارة دولية في المخدرات تم استغلال تجربة ديهم ودرعي ديهم في ميدان تجارة دولية في المخدرات وتم استخدارهم العمل في ميدان تجارة دولية حتى الكارتية دي الأمريكا اللاتينية استخدارهم باش يخدموا معهم في ميدان ديال الكوكاية إذن هذه عملية مهمة سواء من حيث الأسلوب الإجرامي كما قلت لكم من حيث المسارك البحرية المعتمدة أو من حيث قيمة وحجم الضبطيات بالنسبة للقراءة اللي ما وراء الأرقام فتفكيك شبكة من هذا الحجم كي يعطينا مجموعة من المؤشرات والدلالات المهمة والدالة فكي أكدنا أولاً على أن هناك تحول في المسارك البحرية المعتمدة في تهريب الدولي للكوكاين لكي يعتمد على المسارات التي تنطلق من أمريكا اللاتينية في تجاه بعض دول غرب إفريقيا ثم محاولة اختراق المياه الإقليمية الوطنية ولكن الحمد لله فعالية هي قادرة الأجهزة الأمنية مكناتنا باش نحزوه في الظرف هذه السنتين تقريباً ما يناهز إلى عملية الضم غلقة وفي حدود خمسة طن أو أكثر من ربعة طن دي الكوكاين في هذه الثلاثة عمليات أيضاً يؤكد على أن هناك تقارب عضوي وبعض أمجموعة من المؤشرات التي تقوم ما بين كارطيلات المخدرات وشبكات الإجراء من المنظم سواء التي تنشط في مجال الهجرة السرية أو في مجال التجارة في المخدرات أي الحشيش ومشتقاته فهذه العمليات المشتركة مكناتنا غير في سنة 2018 لوحدها من حجز أكثر من مليون وثلاثمائة ألف قرص مخدر من ضمنها مليون فقط مليون قرص تتعلق غير بأقرص الإكستازي التي يتم تصنعها في مستودعات سرية في بعض دول أوروبية تحديداً هولندا ويتم محاولة تصديرها إلى المغرب ولكن الحمد لله كانت العمليات المغربية مكنات من جفيف هذه الشحنات ما تنساش تابونا فلاشين وتأكتب الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هز براس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر